من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي عادل عسومي أهمية القمة العربية الصينية الأولى والتي ستعقد غدا في مدينة الرياض في ظل تحديات غير مسبوقة على المستوى العربي والدولي في تعزيز التعاون والتكاتف والشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والدول الصديقة لها لمواجهة هذه التحديات وأعرب العسومي عن ثقته في أن هذه القمة ستمثل نقطة تحول جوهرية في تحقيقه تطلعات الشعبين العربي والصيني في التقدم والتنمية مشيرا إلى أن العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية تحكمها العديد من المصالح المتبادلة فضلا عن الانتماء الحضري المشترك